يا أهلاً وسهلاً بابو إبراهيم يلا حيّا يا أهلا فيك يلا أنت حيّيك كيف صحة تنطمّني عليك والله الحمد لله مرّينة بوعكات يعني وتكّات وضربات بس الحمد لله الآن زانت الأمور والله نجاتني الأمراض هذه يا أبو إبراهيم الله يشفيك وعفيك في بداية الشتاء أنا عطبت عطبه بس الحين أنا المشكلة الأساسية هذه ما نعلاقة بشتاء ولا شيء يكون كتفك يش قصة كتفك صح؟ والله هو انزلاق الظروفي للدسك حق الرقبة في البقرة الخامسة هذا جديد؟ لا هو يعني تضحلي من التصوير الأشعة ومن كلام الدكتورنا من زمان بس الحين الحين يعني تضاعف عليه الجهد والضغط فسوّت والله ألف سلام والله ألف سلام كلنا منزلقيني الحمد لله أنا وأنت ومحمد النعامي وناصر كيو قيم لا بس أنا سببلي مشكلة أنه قاعد يضغط على النير في العصب وقاعد الألم يوصل لين هنا يمشي هذه أكثر شيء مزعجة في الموضوع بس الحمد لله خفت كثيراً الأنزلاق لما يخرج الغضروف يضغط على العصب عاد أنت وحظك ترشغتك بختم ممكن يضغط لك على أركة النساء ممكن يضغط لك على... أنا عندي باطن رجول يضغط عليها بس ما خلاص صار يعني صار سلوب حياة يعني فيه أشياء لتسويها هو كذا حالياً قال الدكتور تعود على الألم تأقلم معه خفف من النشاطات أي فيه أشياء بس دو أن نوت دو أن دونت بس أنا أنا إنسان مخاطر أنا حباً وكان عندي تجربة لستمارة حبيبي حبيبي صحتك صحتك الله يحبطك لا 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 بطيب أول عالج نفسي وسويها أنا تعاهد مع نفسي بسويها أعطاك تمارين صح؟ معاي أنت ولا مش معاي أعطاك تمارين؟ أي أعطاني بس خلاص أعليك بالتمنى أنت معاي في الذاو ولا مش معاي؟ وش هو؟ تجربة أي تجربة حكي أنا بس شي اسمع يعني نط من طيارة على تبع عشر آلاف خدم قدام لتس جو بشينا تيك مي وذي هذه هي التجربة في دبي إن شاء الله آمين لتس جو يلا نحن حدد الوقت وأنا معاك أنا طيب أجيك إن شاء الله أنزل تحت المية لا لا أنا نط مع بعض مع بعض أنا وراك والكاميرا معايا وصورك قدامي في دبي إن شاء الله آه لاتس جو طيب حياكم الله يا أخوان في انطباع مانجا وان بيس الفصل ألف ومئة وسبعة واللي كان للأمانة يعني فصل خارق فصل تاريخي فصل جميل فصل إقشعر به بدني بشكل ما كنت أتوقعه وتمقلبت فيه أنا ما أدري إذا أنت تمقلبت معايا ولا لا ولكن لوهلة إيش المقلب بالله إيه لوهلة اعتقدت أنه كاتيرينا هي البيج موم واللي سلمك من شفت كعبها قلت كاتيرينا لأني أنا كنت متوقع من زمان أن اللي جاي في السفينة هم كاتيرينا ديفون ولافتي لأنه هم لحدين اللي ما ظهروا في الله عليك أحر على العيد يا مضراهي متوقعها لأن اللي ظهروا في مخلية النحل كان هم البقية أفلو بيزارو وفاسكت شوت والسفينة الحربية سيتسمى وكلهم ذلك هنا والباقي كانوا معه البلاك بيرد نفسه في جزيرة وينر ضد لاو بقى اثنين من الطاقة ما ظهروا في الحدث الحالي خلاص واضحة اللي مكثلين ديفون ولافتي وفاكرتوا تقنم جايين الحالة في السفينة لكن الاتضاع الحالي مع وجود فان أوغر أن أنا بتيج بنفسه بكبرى جامعة هذا هذه تكهنات يعني طبعا هي نظرياته ولكن بنسبة 90% معه سألني لماذا وأرسلهم سألني لماذا لماذا الحديثة الجزيرة وينر صارت اليوم اللي قبلها حلو وفي اليوم اللي قبل أيضا نفس حديثة شانكس مع مع يوستس كيد ايه في إلباف والعمالك الثنين اللي جاءوا الجزيرة ذي اللي كان موجودين في إلباف وهم طلعوا من وانه ونقسموا إلى ثلاث جزر لاو كان في السنتر يس إيه وإلباف في سار ولوفي يمين أو العكس ما تفرق فالفكرة أن اللي في إلباف قمدهم يوصلون عند لوفي بسفينة بدون قدرات بدون أيش فاللي في النص اللي بلاك بيرد كان مع لاو طبيعي أن يمدي يوصل من منطق أنه وصل أساسا بسفينة فالسفينة اللي جاء هي يعني التايم لاين الحين يوم واحد هذا اليوم الثالث من بعد ظهورهم من وانه أي عدل وانه عفوا اليوم الثالث بعد ظهورهم من في اليوم الثاني من ظهورهم من وانه معركة لاو وإوستس كيد وكلها هم من جلده وفي اليوم الثالث إلباف اللي كانوا موجدين مع إوستس كيد ومع شانكس في ذلك الجزيرة وصلوا سفينة بلاك بيرد وصلت قبلها بيوم قبل أن يبدأ القتال في نفس اليوم في الأخير والله ما شاء الله عليك إبراهيم لا أنا مدرك والله التايم لاين يفرط علي أنا في اليوم الثاني أيضا صارت معركة خليت النحل أو كي جي مع قارب وكذا المعركة الذكية هنا وتيتش ما كان موجود أصلا لأنه كان موجود في جزيرة وينر في نفس اليوم يقاتل لاو والذي يوم اللي بعده بدأ ليرجع لجزيرته كمل راح على إجهد ولكن ما دخل المعركة كان برى المعركة ليش؟ كان برى الحصار عمالي قد تلبف اضطر يخترقون الحصار عشان يقاتلون ليه؟ تيش ما يحتاج يدخل ما يحتاج قصد يخترق الحصار عند فان أوغر شي لودي شي لودي شي نجيب ودي بلدية جيب والله شي غريب بس وارد وارد صراحة وارد قل لي ليش برضو لأنا هي نفسها كاثرينة ديفون شقالت حق فان أوغر قلت له أنه ليش واضح أنه لسه قاعد يتعلم على استخدام القدرات بس قالت له ليش لازلنا في نفس الجزيرة لو طلعوا من الجزيرة وين بيروحون؟ سفينة سفينة فهي تقول له شفيك لازلت في الجزيرة وش مرة رجعتنا السفينة؟ قال له أحتاج أكثر من قفزها لين يوصل أي ما أتقن سميم الطبيعي والمنطق إنه يقدر يقفز من السفينة لين السنتر ويخلصوا المهامات طبع أن تلمس الساطر وترجع وهذه المهامة الجانبية على فكرة مش المهام الرئيسي بنرجع بنرجع نسوله فيها جميل 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 طيب أبو إبراهيم إحنا بنضيف فقرة بعد كل نقاش بناخذ سؤال من المتابعين تعطيهم الصحة والعافية يعني الله جميل الفقرة أحبنا نقحمهم شوية يعني معنا في السوال أحلى شيء أنا دائما أدخلهم معنا في النقاش فيصل يقول ما تلاحظ أن الكلام اللي كان بين لوفي وبوني أفولي شوي هذا يفسر أشياء كثيرة ترى بالعكس ترى السؤال حلو إذا إحنا فهمناه صح طلب جوليري بوني طفولي لأن هي أصلا طفلة هي لا تزل طفلة عمرة 12 سنة في الأصل تعامل لوفي معها لوفي عامل الكلب يعني بسلوبة يعني أنت سلوبك طفولي أنا بعملك أعلنك طفولي أنت رجال بعملك أعلنك رجال تبيني شاي بعملك أعلنك شاي أكشني والله حتى اللح البيضة يمتقل لمية كل مية بشكل طفولي ياضي ياضي أخير ما رح تسلم لك القراصنة لوفي سلوبة واحد يعني ما تفرق مع أنت مين ترى على فكرة قد اتهمها أن هل أنت طفلة مرضة تتفادى ضربة أبوها قال لش فيش أنت طفلة كذا قال لها هو لوفي نفسه تتهم علنها طفلة في ذلك الوقت هو ما يدري عنها ما يدري أنه مش كان قصد لوفي بأنت طفلة لك اليوم يعني التصرفات هذه تصرفات أطفال لا تضربون أبوي اي لا تضربون أبوي يقول لها بيقتلش واخلي عنها هل أنت طفلة يقول لها كذا شون أنت واقفة قدام أبوش وبيطلق ليش عشان نسخة تديني ذا آلي وش أبوش بس عشان أنه فعلا طفلة وتفكيرها طفولي حتى طلبها طلب طفولي تقل لي تقل لي تقل أولكم أولكم لا تقل أولكم أولكم هذا اللي ضرب بيقابانك يا أخي مشهد جميل بالعكس والله بالعكس يعني أودا خلاص الحين أودا الحين يعني ممكن كان يخبي كان يخبي الشكل الحقيقي والتصرفات الحقيقية سيه برشانك سيه برشانك سيه برشانك سيه بقها يا رجل من يوم قطع زور هذي ايكزاكت ايه بس الفكرة قالوا أنه فعلا هي طفلة الفكرة أنه خلاص أودا الحين صار مكشوف يعني يقول لك أنا هي طفلة وبالعكس في ذا الوضع في ذا الوضع بالذات الوضع ذا بالتحديد هي فعلا ما رح تكون إلا حقيقة ما رح تزيف تسويناها كبيرة خلاص الكل عارف أبوها قدامها ولوفي أنيكا قدامها مع العمل منها لا تزالت تترجعنا فسا للجسم الكبير ما تتهم في الجسم الصغير يعني الواضح أنه لا يستهلك كثير من طاقتها أصلا تحويلها للعمر وأتوقع أنها عزاس أنها تحس أنها كبيرة أنها تتحمل المسؤولية وكذا جائز وكمان الفكرة توقع أن قوة فاكهتها هي في التحول الضخم ذاك اللي تطلب منها تشغل مخيلتها شوية ومن ذلك لا أمو ساتر قال كلمة عن فاكهت قال أنه كلما كان عندك تصديق وإيمان بالكلام اللي قادت قلينا كلما زادت قوة فاكهتش وكلما زاد إدراكها للواقع تضعف الفاكهة إدراكها للواقع بمعنى أنه إذا الواقع يقول أنه نيكا مش موجود إيمانك راح ينخفض تجسيدك لقوة نيكا اللي بتتخيله بيصير لا شيء يعني هي فعلا تحولت ترى لشكل نيكا بس ضربات تافى ما في ضربات لا بس كانت ضربات أقوى قبل لا يقل التصديق عندها كانت أقوى على هذيك أبريل أبل ألفة ألفة الثاني الحقيرة كان سمها كاليفة وهذا يسمها ألفة بس الفكرة بالموضوع أنه الآن وهي تقول لها أضرب قدامي بهيئة نيكا مو بس تصديقها يعني حتى قوتها فعليا راح تزداد تزداد خلاص إي إي لأنني شافت بعيونها وسمعت بذانها الموسيقى وقدامها وكل شيء وجاء انقذها ويضحك زي ما قال لها أبوها بالحرف الواحد يبقى ينقذ الناس وهو يبتسم ويرقص على نغمات تضمت وتضمت رحيب فكرة أنه بتصير أقوة هي بتصير أقوة ولا محالة وفكرة أنها قاعدة تقول لها لوفي أضربه علشان أبغى أسوي زي ضربتك يعني هو برضو بيختصر عليها موضوع الخيال شوي معني يحتاج تخيل خلاص صرت شايفة أنا الشيء اللي بسويه بسوي أتمنى يكون في ضربة كذا مزدوجة بين الاثنين كده كلهم من الاثنين تصير حلوة أتوقع شعيب اللي فكر فيها قال أتمنى أشوفهم كده الاثنين في فريم واحد يضربون ساتر بتكون حلوة لا ساتر صعبة لأنه خلاص لهم هربوا يعني وإذا ساتر سيقتل رح يقتل عليها دواحد مثلين يأمل آلي يأمل بلاك بيرد نفسه خلينا بنرجع بنرجع للساتر شوي طيب سؤال جميل يا فيصل خلينا نتكلم بخصوص دخول العمالقة دخول العمالقة المهيب الجميل اللي ما أدري كيف بيكون في الأنمي يكون شي مرعب يكون شي مرعب حجمهم ضخامتهم هيبة الدخول ضرباتهم يا أخي رهيبين رهيبين حاجة فعلا كده تخليك تعرف كده تدق الصدر يا لوفي عارف تخليك بردو دقوة تتحس بشعور النسقشين يعني شعور الذكريات أحداث شفتها في المية وستعاش وحين في الألف ومية وستة ترجع يعني خرب بيت الحماس اللي انت قلت دق صدرك يا لوفي عجبت لك كلمتك لأن بيقمم قالت لو عندي جيش الأمالقة أصبحت ملكة القراصي ايه ايه وباقي كان نهايط بالسبعة اللي عندهم هايرودين وربعة كان يعتبرهم قوة ضاربة عندها فيوم قالوا لا نسحب هايرودين قالوا ما علي عندنا ستة لأ كلهم نسحبوا معها قالوا لا رحنا فيها يبيلك قد إيش أن قوتك باقي ديليفري جمالي سريونكو فقدت جزء كبير من قوتها الضاربة بعد فقدها للقوة العمالقة ولكن لو في حاليا ما أخذ بس تيلي حلفاء اللي هايرودين وعفا بروقي ودوري بل حتى هايرودين ورابعة السبعة كلهم برضو حلفاء لا في جيش أوردي خلاص في جيش تحالف حقه وحاصنة العمالقة المحاربين كلهم تقريبا لا لا انت خل ذيلي أنا أتكلم على هو طاقم الأساسي اللي وصل خمسة سلاف وستمئة شيخص وقت بعد هاية حدث ديس روزة ديس روزة من بينهم سبع عمالقة اللي كانوا عند باقي صاروا عندهم هايرودين يعني ما هم بس مجرد حليف تابع له في إسطول اللوف العظيف في التحالف هذا السبع ذيلي عددهم ما اتضع حتى الآن كم عدد قرصيتهم لكن في الماضي معتقلتهم حكومة العالم كانوا مصفين تقريبا فوق العشر خمسة عشر واحد وجاءت ماذر كراميل ماذر كراميل من العدام من العدام وراحوا راحوا جزيرة إلبا بعدين ثلاثين منهم كاشي أويمو مساعدين ذي نطلعوا وخدعهم قائد السي بي زيرو السي بي ناين وقتها قال لهم من نص خلام يحرسون يحرسون النسلوبي ومئة سنة بالحرر قاعد يستغل لهم الحقير فالحين مينمم مينمم طاقم طاقم هذا عشر قراصنة بل ربما أكثر بكي خفزة عشر بكي عشرين فلو قلنا أنهم ثلاثة عشر مع سبعين لوفي عنده حاليا في طاقمة عشرين عملاق يا ساتر فهمت أليه حلفاء يلا ذي لي تابعين الريدي السبعة وذي لي حلفاء ومستقبلا وفي القريب العاجل بي أدخل إلبف وأنا أراهن أن الجيش الملكي حق إلبف كله ما أين كان عدده ما أدري كم رح ينضمون لحلفاء برض وشي الجيش وشي الجيش اللي قالت البيجموم تقول لو أنهم عندي بصير ملكة القراصنة بيكرون مع لوفي في الحرب الأخيرة ضد أمو سامو غير كذا غير كذا الشيء اللي بيخلي ويدعم وركز معايا في كلمة يدعم فكرة انضمام المزيد من العمالقة إلى تحالف لوفي ألا وهو إن لاحظت في أحد الفريمات وشم الشمس أي هم قالوا هم قالوا أنت لا أقصد لما ترجع للمبدأ نفسه مبدأ العمالقة إحنا الله أعلم يعني يعني قدي إيش إيش يعني لهم نيكة بالضبط عندهم حاكم حاكم هم الكاتب مقتبس عندهم سطورة أفكار الفايكينز كان عندهم استخدام الله عليهم حسب ما أعتقداتهم الخاطئة هذه هل منهم فيها بس هذا ما أعتقداتهم هم عندهم اللي هو حاكم الحرب غودن عندهم حاكم ما أدري إيش حاكم الرعد ثور حاكم أي أي كذا عندهم عندهم كذا وهلهم مجر الكاتب حاليا نجيب لك أنهم طبعا إذا آمنوا في شخص عندهم أن هذا حاكم لو إيش يعني يفدون بروحهم يفدون بدمهم فكلمتك مهمة جدا كون أن لوفي حاكم الشمس وحين خلاص القراصنة الوحوش عفوا قراصنة العمالقة المحاربين شاهدوا على قوته بعيونهم يعني أنا كنت في حوار وما أدي ودي أسمع رأيك فيه هل هم عرفوا أن لوفي موجود في الجزيرة من الجرائد انتهي وأن لوفي محاصر في الجزيرة من طاقم مئة سفينة من حكومة العالم وكذا وأنه في إقهد جامبهم قريب منهم فجاو يفزعون بس السؤال هل عرفوا أن لوفي هو حاكم الشمس نيكا من الصورة فقط مع النجول الريبوني لم تعرف هذا الشيء ما أعتقد أم أن الشانكس اللي جاء وقال لهم ترى لوفي هو حاكم الشمس نيكا كون أنه قاعد ياخد معهم سوار أنت قاعد تخيرني بين الإجابتين صح الأرجح بالنسبة لي شوف أنا برأيي أنهم كانوا بيتحركوا في كل الحالتين سواء عرفوا أنه نيكا أو غير نيكا لأن لوفي حليفهم ولأنه حليفهم ولأنه بينهم ما اختلف من هذا الشيء بس هم قالوا في دخولهم أتينا لمساعدة حاكم الشمس نيكا بلا قالوها قالوها إيه قالوها أوكي فهم عارفين لوفي وحاكم الشمس حليف ما انتبهت والله للمعلومة دي والله هلا بس معلومة نهاية 1106 نهاية 1106 قالوا أتينا الإنقاذ حاكم الشمس نيكا أوكي كلام كبير هذا لا ما أتوقع أن الصورة كافية أنهم تخليهم يتعرفوا إذا في أحد فغالبا شانكس بالضبط أنا كنت أقول لهم أن جولة ريبوني تعرف أن حاكم الشمس مضطي تعرف أن يرقص على نغام دندد ويعرف أنه يضحك شافت صورة لوفي في الوانتد أول ما قابلته في الجزيرة في إقهد أول ما طلعوا من البحر ودخلوا النفق في الإنمي قبل خمسة حلقات كان معها جيمبي ويوتيوب بر وهي ولوفي بس الأربعة في النفق قال أتحق لوفي بالحرب قال وش تلفتك أنت مع ذا الهيئة البيضاء ليش صورتك آخر مرة شاكلك شعرك وبلونك الأبيض آه أنت حاكم الشمس أو الصورة هذه أثبتت طب ما تحس أنه ذا صح أنا ما عاد الشي ومتفق فيه مليون بالمئة إيش اللي يخلي أشوف الصورة وأقول هو نيكا ومش بالبساطة بالضبط بس الشباب قالوا كلام ذاني اللي برايم وخي وراب عمالقة تلبف أعمارهم طويلة فعلى الأغلب جد دروغي عفوا دوري وبروغي كانوا عايشين على زمن فممكن يقولون لهم إن شعر أبيض وكذا وكذا يعني يعطونهم مصفاتها ما أحد من اللي قلوا 300 سنة حي كلهم ماتوا لأن أعمارهم 400 سنة 500 سنة ماكسيمم ماكسيمم 500 سنة فما أحد منهم على قيد الهياء كلهم ماتوا وقال الأفريج 300 فوق الأفريج توصل 400 وخلاص باي باي فجد أحد اللي موجودين ممكن عاشر بس برضو ما أعتقد إن أنا قل لهم ترى شعر أبيض مهما كان الوصف مهما كان الوصف دقيق أنا ما أشوف إن الصورة كافية أبدا إنت علشان تتأكد إنه هذا نيكا لازم تشوف أكثر من شغلة عشان أول شيء الإقاع بالضعب والتصرفات وخواص المضطات فأني تشوف صورة تقول أوه هذا نيكا طيب ممكن واحد جاي صابغ شعره ببيضه ومبتسم خلاص نيكا يعني فردت فعل جوليري بونيكا ردت منطقية معنا جوليري بوني تعرف الحاكم الشمس وغير كده ترى ترى فكرة إنها تعرف لوفي وتميز لوفي وفجأة تقول لوفي هو نيكا ما هي ما حس إنه شيء وارد كده ما هو شيء وأشوف أنا نفس الكلام ينطبق بالحرف الواحد على مالقة إلبوف لهذا السبب أنا أعتقد اللي بلغهم بأن لوفي هو حاكم الشمس نيكا هو شانكس يوم جاه وقال لهم هذا أكثر شيء وارد إي وقل لهم ما منطق يقولوا لا لا أنت بتنسب كل شانكس لا والله بالنسبة لي يا أخي ما أنا عارف ليش لما الموضوع يتعلق بشانكس الناس تبدأ كده تكشر على نيابها يا أخي ترى قليل ترى قليل الظهوري كثير الأثر ما هو عيب يعني أنا شهد والله أنا شهد كلام جميل والله كلام جميل ولكن فكرة إنه فعلا يعني نيكا يعني هم أوردي بيوقفون مع لوفي لأنه لوفي وما بالك إنه موقفون معلوفي كمان لأنه حاكم الشمس لما يرجعون معاه إلى إلباف رح يعرفونها في إلباف قدام الناس أن حاكم الشمس جاء ويدخل عند ملككم على أن حاكم الشمس ويدخل عندك شي رهيب والله رأيكم شي رهيب وده مجنون وده مجنون تحمس تتحسن لك شعرك كذا قشعرت والله قشعرت طيب نأخذ سؤال ثاني من المتابعين سابو سابو يقول يا أبو إبراهيم يا السوداء بعد ما يعرف من كريب وعن الأماكن الموجودين فيها بلوت في وانو ولا بوسايد شراهوشي سؤال جميل منطقي جميل والطبيعي أنه يسعى للاثنين لأنه مجنون ولكن راح يسعى لشراهوشي أول لأنه أسهل وأسهل هو قابل للسيطرة أي يعني هو اختطف سيبك من بودينك سيبك من بودينك هو اختطف بودينك من أرض ينكم للبيجمم طبعا بعد سقوط البيجمم بس تعني دخل إلى عقر دارها وأخذ بودينك هل بيكون صعب عليه؟ دخل مع الفطاح لا مع المحفر ما أرسل إلى اثنين ما أرسل إلى اثنين كتبه باثنين أدميرال بحرية اللي سابق ذه قدرة الانتقال آنيفان أوغر وكفوه يعني حزم كراكر زي سلام عليكم لو بغى يأخذ شراهوشي من جزيرة اليوجين ثلاثة اثنين واحد واحد مكاف حيلو أنا معاك سهل بس هاو بس تيتش من النوع اللي يسعى لأي فرصة حتى لو لنا في جحر نمل فهمت الفكرة ولا فهمت يعني إنه يعيش على أنصاف الفرص تخيلنا عاش عشرين سنة أكثر من عشرين سنة وينتظر الفاكهة وينتظر فاكهة الضلام عند هو عمر ثلين واربعين ركب السمين وعمر ثمان سنوات عشر سنوات عمر عمر طويل يعني فوق الثلاثين سنة فوق الثلاثين سنة إذا هذا مو صبر إذا هذا مو تخطيط إذا هذا مو حنك إذا هذا مو عزيمة هذا إيش أنا ما أحب أطبل تيتشو لكن هذه الحقيقة لا لا حقيقة كلام حقيقي ما في شي ذهابه لبودنج الآن رغم أنه قالت ما فس قدرتي ما تفعل تنتظر قدرتي من راح يلقى طريقة يفعل قدرتها أو القدر سيقود لطريقة أن يفعل قدرتها عمر ماجد كلام جميل كلام جميل معني والله ما أحب عارضك أنا فهمت أنه تاخذ بودنج تنتظر لين تفعل عينها على أساس إيش القدرة حق تسموها العين الثالثة تقدر تقرأ البودنج وتوقع حاجة لا علاقة في سماع على شي ولا ما لا علاقة لا 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 ما لا علاقة هي قدرتها تقرأ البودنج صح حيلو هذا أمر قابل للتحقيق تحت التهديد يعني في أسوأ الحالات إيش بتسوي يا بودنج بتقرأي غاس معنا خاش لكن شراه شي استدعي ملوك البحر لا إذا هي تحت التهديد وقالها يعني أمر خلها تأمر وحش البحر ولا بقتلش جيبي وحش البحر وقال ليسوا زي كذا ولا بقتلش ما أدري بس أحس أنه مو سهل توظيفه زي الأسلحة الأسطورية الثانية اللي عبارة عن آلات فاهم بلوتن بلوتن بس ترى أصعب عليه جدا جدا أصعب عليه أنه يدخل وانو حاليا وهي مسكرة حدودها مسكرة زي كذا ولهذا السبب القروسي قالوا أنه قرار ممنوسكي بأنه ما يفتح الحدود الآن كان بكي كان بكي يعني حين تيش إذا جاي بيأدخل شوف البيجموم وهي البيجموم جات بتدخل جات بتدخل رأى اللحية البيضاء أول ما دخل سفين تدغرقت في الدوامة أنت تتكلم عن تيش طاقة ما كله مستخدم فيه كله وطحه في البحر راح وفيها مع السلامة أي يعني البيجموم وصلت فقد الذاكرة نوفي بالحظ اللي جاء عشان حظه يكسر الصخر نوفي فهمت قصدين الفهمت الفكرة كذا الفكرة كذا أنت قصدك يعني أنه فكرة أنه يسخر شيء يقدر يتواصل معه أفضل من وغير وغير أنه مشكلة كمان وانو الحدود والحدود والوصول للسلاح حصل مش بالأمر السهل غير غير لما نتكلم عن الحماية اللي فوان وغير وغير ممكن عشانكم منطقيين السفينة البحرية العملاقة اللي عندها بنا يشيل السفينة من تحت ورقيها فوق ويحطها على طول يقدر يسمي ذاك الشيء كذا تجاوز حدود وان يقدر ترى مو صعب عليك كيف يشيل السفينة في الماء في البحر ما يقدر السفينة اللي موجودة تحت الماء بلوتين كيف بيطلعها حفلة عند قصدين هاي يعني أنت تحتاج أنك تفتح حدود وانه طيب هالسان وولف عند القدر ما أعتقد أن الأمواج تأثر على سان وولف كون أنه عملاق جدا 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 سان وولف زي سنيشة يقدر يجي عند السور كسرة طرعا تجيك الخبر صادمة كذا تيجي اقتح حموانه كسر أسوره وحصل على السلاح ترى ملعون والله ملعون والله يسويها والله يسويها ملعون وده ملعون وتيج ملعون بينك بعد ما تكلمنا في الموضوع الحين أحس فعلا شراه شي ممكن أهول هذا اللي أقصد أنا شراه شي سهل جدا شراه شي أسهل إنه ممكن يقدر يحصل عليها يحصل عليها يجبرها على أن تنفذ أوامره أعطيك مثال ذلك يأخذ أبوها وإخوانا ويحطم عندها رهان بتنفذيل لا يقول شي ولا بقتله حتى لو جابتوا حش البحر ما بتقدر عليه فهمت الله يحس إنه ماهو سهل نطلع بجواب كذا حتى ما أنا قادر أرضى بأي إجابة بس أهول أنا أتمنى الأقربين أنا أتمنى أنه ما يرح يأخذ الأسلحة لأن الأسلحة أرى أنه بيأخذها إبليس أرى أنه حاطعينه إذا ما حاطعينه على كل الأسلحة خل تيتي يولي خل برى اللعبة برى القصة عفوا أودى الحقير ما خلى يعني تخيل كريب يوم يسمع الكلام كان في حلقات 700 700 أو 800 سمع لين أدى ذاك عنده كل معلومات العالم كل معلومات 700 ديس روزا قبل ديس روزا تخيل يعني من أيام قبل بك هذا أي اليوجين يعني توقع 600 من حلقات 600 خلي الكلب هذا كريب يستمع للأحداث ذي وخلاه يمشي يعني انفصل على الطاقم راح في جهة وفي جهة واعتقل في من قبل كايدو أتبع كايدو والرمى في السجن فيه وانو وطلع معلوفي من وانو وسمع عن بلوتف فيه وانو وطلع وراح إقهد عشان يلتقي في إقهد يا حبيب بالله ملعون اقصب بالله ملعون عودة ملعون في كتابة السيناريو صراحة مجنون مجنون شي شي لا لا شي خوف شي خوف بالذات بالذات الربط موضوع موضوع انه يحط لك شخصية كذا وانت ممكن تبدأ يصلا تفقد الاهتمام فيها يعني هو يتعمد يخليه تفقد الاهتمام عشان بعدين يجيب لك كذا تقول شلون نسيت هذي النقطة والله مش طبيعي والله والله مش طبيعي عساس بما انه الموضوع مفتح بخصوص كريب والزبال ما ادري المتابعين يقولولي في البث انه اودة صراح انه ما سمع حلم لوفي صحيح و اكشلي لو رجعت للانيمي لقطة الانيمي راح تسمعها في الانيمي يقول ها وش قاعدين يقولون وشو مريجو يعني ما حتى في الانيمي وضحها بشكل اكبر من البنقة انها ما سمع اصلا في الانيمي وضحوها اي لانه بتصير بلهة كذا لو عرف عرف حلم لوفي احنا ما عرفنا مصيبة هذه انا ما همني انه يعرف طز فيه هو انا يكهرني انه لو عرف و راح بلغ تيتش يعني تيتش عدو لوفي يعرف عن الحلم و احنا ما نعرف لا انا داري انا عارف تايم اوت ابراهيم نروح لقتار روبلوتشي و زورو والله والله يشوف يعني انا ما اودي اطقطق انا احب زورو مرة احب زورو واحترموا اشوفوا اشوفوا ان اودة يعتبر هذه الشخصية فخر له كونها يعني شخصية الشخصية يعتبر فخر اليابان لانه يعتبر ساموراي من اليابان بس يا اخي القتال تبع روبلوتشي و زورو كده وصل لمرحلة مضاربة عيال ثانوية انا اقوى انت انا المسيطر لا انت المسيطر انا من اخر كلمة قالها زورو في المواجهة انه قال له وهل انت تعتقد انك تمنى يسيطر على الرثم القتالي روبلوتشي اللي قاله بالحرف الواحد او معناه او اني زور قاعد اعطي على جورو ما يقدروا ان يهربوا لاننا فاهم طاقم لوفي طاقمكم ما مستحيل يتركها حدوره ايكزاكلي فطالما انكم ما رح ما يتركوناك خلفهم انا طالما اني معطلك هنا انا مو معطلك انت انا معطل طاقم لوفي من الهرب الى اما كيزارو وساتر يحققون الهدف المطلوب او ان ما رجو انه قتلكم او قتل قائدكم او واتفا هنا زورو غضب لما يغضب زورو يصير مرعب الفكرة ان الكاتب ارسل جنبي ممكن ارسال جنبي لغرض الاستعجال تعجيل زورو يلا ترى بنامشي وانه وانه يضمن ان زورو ما يضيع من الكاتب اتكلم وممكن الهدف انه لا تدخل جنبي يسمح لزورو مع جنبي بالانسحاب دون يعني ضربة اضافية من جبي مع زورو تطير روبلوتي بعيد فيقدرون يهربون يسحبون يخلون يولي ويحافظ على كرامة روبلوتي منه يسقط من زورو يعني انا صراحة ما فضل هذا السيناري يعني السيناري اللي فضل ان زورو يشق يشق علمه مقامة وسيرجاد يعني انا اصلا برأيي انه زورو قادر بالراحة على روبلوتي مو بالراحة بس قادر لا قادر قادر شف كلمة بالراحة تخلي روبلوتي حثالة ما يسوى شي طب هو حثالة يا ابو ابراهيم هو حثالة ما حد اختلم والله حثالة يا جمعة الخير والله ذال انا ما ادري اهل اودة يعني لحاجة في نفسهم بقي المفروض ترى من الاني سلوبي مع السلام ما عاد شفنا بس زان قوته بشكل مطبيع زاد قوته في الهكي زاد قوته ايقاض فاكهة زاد قوته في منصب انه كان في السي بي ناي ولوفي سرى على افكم على فكرة لوفي ما حزن لوفي جلده اللي ربطه كان ستيسي ستيسي خدرتهم رقدتهم غدرت فيهم هو لوفي تقاتل معها وكان قتال السجال بس لوفي متفوق لانه روبلوتشي ما قدر يلمس لوفي ولا قدر يضرب بأي ضرر ولا حتى جرح واحد بينما في المقابل لوفي ضرب روبلوتشي ضربتين وثلاث موج يعني سيح منه دم بعدها تدخل سنتي مهرو وامر لوفي انه يركب القارب هذا من القطار السريع هذا اللي انت لقوا فيه قصهم كيزارو لانه كيزارو سرعة طبق قالهم يركبوا يروحوا فوق على طول عشان بتهجون خلاص وركب هو مع جولي ريبوني مع دكتور فيجا دكتور فيجا بنك الأصلي الضار الجسد الأصلي ومن كان أربع خمسة ركبوا كذا مع تشوبر وجمبي كذا وطار فيهم القطار بشكل سريع وهجوا ولحظات على طول روبلوتشي الحقير أصاب سنتيمارو إصابة مميتة وكان بيموت سنتيمارو استعاد السيطرة على السرافيم وانقلبت المعركة صالحا في ذا اللحظة أمر دكتور فيجا بنك ستوسي بعد ما أريد يسيطره بس كان في القبة كعندين تكبين شون بلازم القبة وكذا شون ندخل لهم داخل أمر دكتور فيجا بنك أعطى رسالة بالدلد موشي السري لستوسي وستوسي غدرت فيه مثلينهم غدرت فيه روبلوتشي وكاكو خدرتهم رقدتهم وعطتهم كان عندها زي ميكب يعني ما يصنف أنه هزم وقتها لا الكاتب سوى نفس الحركة اللي أنا توقع عليه سوية مع زوره والسحاب وبهنا عزيزي الوجيه تعلم درس أنك ما تقرأ عشر أفصول في يوم واحد وهو الفكرة مو أنك تقرأها في يوم واحد الفكرة أنا ليش أتذكر اللي حدث ذي بالتفصيل أنا أقرأها في البداية بعدين أراجعها في النقاشات مع الشباب بعدين أسوي لها الانطباع بعدين يوم الأثنين في بث المنقل نتناقش فيها وبعدين نزوي بث القناة العربية ونتناقش فيها بعد طبيعي تعصر المعلومة في مخك عشر مرات أي تسلسل الأحداث محفوظ في مخي الأيام جميل جميل بس ليش ليش أودة باقي محافظة على روبلوتشي هذا الكلام أنا أقول لك يعني الحين بإمكانه واحد من ثنين إنه ينهي سمعة روبلوتشي كمبليتلي وتكون النهاء على يد زورو أفضل من لوفي لأن لوفي كحزم كايدو فأحل أحلى وأحصل إنه زورو يلقمه ويعلمه مقام أنك أنت من تبقى دنا ولا سي بزير دنا والإدميرالات هم اللحظين يقدرون نفسهم معنا وبعد ما قريب حتى الإدميرالات مصر ولا شي فنحتاج إذا تبي تقاتلنا فعلا بكامل قوتك انزلي أمسا بنفسك مع القروس الخمسة اللي عندك لا ترسل الحثالة ذولي أي الحثالة ما عادوا يكلون معنا ما عادوا يشربون معنا جاني سؤال في الفيتو حق الأنميز وقسما بالله كنت بحرق كنت بحرق خلاص على الطرف الثاني أقول كذا أقول لهم هل أكاينو أكاينو ما يخصم له في النهائي يعني بيكون قوي يعني هل يعقل يكون قوي كفايا يكون يخصم له لا 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 تصوير حتى لو تصوير محمد النعامي جمي ما بحرق عليه انت عاد لك ماضي حرق مع محمد النعامي قلت لهم كذا كسل فيتو كسل فيتو كسل فيتو طيب كيس كيس أجل لا أحرق وسكر رحمد الله طيب نأخذ كمان سؤال من المتابعين الجميلين حلو أنت كنت بتتكلم في الموضوع هذا جاك في سؤال حلو لورد يقول إيش سبب قدوم كاترينا ديفون وفان أوغر للإقهد في البداية مع العلم أن قدوم ساتر أمر سري للغاية الله عليك سؤال جميل ما عليك هو تحليل ممتاز جدا لا 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 بسيط بسيط جدا هدف تيج من قدوم الإقهد ليس ساتر نقطة آخر السطر فيه هدف أساسي لقدومهم للجزيرة على سبيل وليس الحصر أوكي جي كان أدميرال وجاء عند دكتور فيجابانك أكثر من مرة زي ما جاء فيجيتور زي ما جاء ثور الأخضر زي ما جاء كاين وكلهم مسموحهم كيزارو جاء أوكي جاء وشاف عنده شيء مهم وقاوي جدا 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 فقال حق بلاك بير ترى فيجابانك شغال على مشروع كده 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 فنصيحتي لك روح استول عليه الحين فبعد ما خلص من وينر وجاء الخبر أن لوفي موجود هنا ومحاصر ومن اللي يصيد الفرص مين اللي مايهر والعبذ في المهر والعبذ تيجي فتيج جاي الإقهد لغرض ما ليس ساتر وصادف وجود ساتر أيوة ومسط المعركة لاحظ أنه ما اقتحم أنا توني قلت لك قبل شوي العمالك اقتحموا الحصار شقوا الحصار شق بالسفين عشان يدخلون على الجزيرة ينزلون على الجزيرة على الأقدام تيجي ما يحتاج يسفين الشيء عنده فان أونجر فقاعد برا ورا الحصار مكان بعيد يراقب من بعيد ينتظر ويتحين الفرصة المناسبة للدخول وأخذ الهدف أو التاركت اللي هو يحتاجه وطبعا أكيد تيج كون أن الحثالة والحقير اللي نعرفها حاط إذنه وقاعد يتنصت ينتظر يسمع الأخبار دندم وشي أسود يتنصت على المحادثات والكلامات إيش الخبر اللي انتشر فجأة وسط المعركة بعد ما لقم كيزارو أنا ساتر قبل لا تبدل المعركة كان يقول بالحرف لوحد الكيزارو لا يدري ولا أحد أني أنا موجود في السفين وما كان يعرف إلا كيزارو نفسه شخصيا واحد من نواب الأدميرال والحرس الملكي اللي جايين مع ساتر من مريجو اللي يلبسون دروع ضخمة كده بس أما بقية الجنود والنواب الأدميرال ما أحد يدري إنه ساتر موجود والدلعي في اللحظة اللي طلع فيها رصبا في وسط الجزيرة الناس كلهم من أين جاء شلون جاء حتى توقع ماتوا صح اللي تكلموا انتفتوا عليه وطالعوا قتلهم لأنه قال أي حضرة متأقل من أدميرال عفر نائب أدميرال لا يشوفنا لا يشوف ساتر ولا يفتحين الكلام هذا اللي انتقل في الدندم موشي ساتر موجود في وسط الجزيرة لا أحد يقرب لا أحد إذا ابعدوا لا تضروا لها لا أحد يضروا الكلام هذا طلع في الدندم موشي عند الحصار كلها صف الحصار كلها مدامنا انتشر في الدندم موشي أي واحد عنده دندم موشي أسود يقدر يتنصط يسمع لا كبير تبر الحصار سمع فرصة هجات فان هوغر خذ معك كاترينة ديفون روح هناك هذا مهمة جانبية سايد كويست مهمة جانبية موش المهمة الرئيسية اللي بجينا عشانا روح خل كاترينة ديفون تلمس ستر ويرجع واصلوا الساحة شوفوا يقاتل تحيّلوا الفرصة اللي له يجلدوا خلاص ديفنسلس مو مقادر يدافع لنا كزارو طايح وطايح شانس جات كده على طول قربت منه المسات أول ما المسات قالت قالت كلامه المهمة الجانبية سايد كويست اللي هم جيين عشانا وعشان كده أرسلها مع فان أوغر عشان يضمننا ما أحد منهم يموت لا على يد كزارو ولا على يد ساتر روح وتحيّون الفرصة المسي ويرجعي قتله مو بعليش أنت إذا بيقتله طبعا فهمت الفكرة أنا قايل إن نهاية الأرك ساتر راح يموت قلت فقراتك حتى ايه لا تكلمنا فيه أكثر من مرة ايه ايه عشان من وجهة نظرية عشان يغيّر ايه فيجرلاند غارلينج فيجرلاند غارلينج لو أبو شانكس يجي ويأخذ المنصب حق أنا متوقعهم مراهن عليهم بشكل مطبيعي فعشان ذلك يصير لازم ساتر نيموت وفي نظرية أنا كنتظنها معلومة قيلت في القصة وتصححها لشباف البذ قبل شوية الأسطورة الأساسية للكيوبي فعلة بتسع ذيول عشان يقدر يأخذ شخصيتك انتهى لشخصيتك وشكلك وجسمك لازم يقتلك فأنا ظنيت أن المعلومة دي قيلت في المنغا تضحنا منغا فممكن حاليا بعد ما المسدد أي ممكن حاليا بعد ما المسدد تقدر تتحول عليه أنا طبعا لأكد أولي زاد نسبة النظرية دي أنهم قتلوا أبو سالمو عشان تقدر تتحول عليه هم قتلوا أبو سالمو عشان يخذون فاكرة تتخفي منه ويعطونها شيريو المطر فممكن فعلا تقدر تتحول عليه شخصية حتى لو ما قتل بس الله منك تلمس بس هذا بيأخذنا لسؤال ثاني اللي هو إيش ممكن تستفيد من النسخ فقط أنها تنسخ اليوم برضو قولوا الياب الباب بشكل مرعب بس لاحظة أنه الفكرة لا لا ما بتعبك في الإجابة إذا أنت جاوبت عليها لا 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 بالعاكس أنه في ناس يقول لك هل نسخت شكله فقط ولا نسخت شكله قوة فكرة أنك تنسخ شكله أوكي أمر والد بس تنسخ شكله قوة كمان أو بي لا مو منطقي لأنه لو فعلا تقدر تنسخ التخفي هي نسخت أبو سلم أبو سلم فلو كذا كانت تخفت حتى هاي ما قد تتحولت على شكل بس والس الشكل مو بسيط يعني شابنا أنا أنا كتظن أن مستر تو بونك لي إذا لمس وجهك يقدر بس يخذ وجهك طلع لا هو يقدر غير وجه ويقدر غير الجسم كامل لأن المستخدم السابق للفاكة هذه فاكة مستر تو وهي براميسيا وليس الزون تايب النوع البراميسيا حقه لازم يلمس الواجه هذا الشر إذا لمس وجهك يقدر تحول حتى على جسمك لأن العجوز القديمة تحولت على الجسم ممنسكي وصغير واخدعت أودين تتخيل إذا تتحول بالاسم بالشكل والصوت والصورة وكل شيء كل شيء يتحول فالحين أيضا سويت نفس الشيء مع أبو سلم وتحولت على شكله وصوته وكل شيء بس شرط التفعيل اللي ظهر حاليا مجل لازم تلمس الوجه مجل لازم تلمس الوجه أي شيء ألمس أي شيء أي شيء تلمس هذه اللي مست مخلبه أو يده أي عند الركبة فالفكرة في الموضوع هذا يعني ميزة إضافية غير أنه أصلا أصلا فاكهتها هي زون تايب فمعنات أنه تزيد قواته القتالية تزيد سرعة التعافي والتشافي عندها أكيد برضو الثعلة بتقدر تتحول على شكل الثعلة قدرات قتالية بس الله من الميزة الإضافية للفاكهة بلس يعني بلس يعني مثلا شفنا شقر البلس حقها لتخليك طفلة طول العمر شفنا الفيدا البلس حقها الفاكهة النعومة نعومة لتعطيك جمال هذا يسمونه الهدية اللي تجيك مع الفاكهة الهدية اللي تجيك مع الفاكهة الكيوبي ذيون التسعة الأسطورة نفسها أنا في الأسطورة يستطيع تحول على شكل أي شخص مقتبسة من الأسطورة نفسها بس ممكن لازم فعلين نفس الشرط اللي في الأسطورة تقتل ممكن جنون جنون أودة أودة والله مجنون في ذا الأمور بس كونها لمسة ومعنات أنها نسخت الشكل وخلاص انتهت انتهي من ذا المضاع قلت لإيش فايدة النسخ في البثم سعقه لولي وأرعبوني صراحة إيش قال وقال ماذا لولنا دكتور عفوا أوكي جي شرح أيضا للبلاكبير ترى السيرافيم والباسافستا السلطة العليا عندهم في الأمر عند القيروسي يا سلام فطالما أن تتحول على شكل القيروسي وبالصوت وبالصورة وكل شيء الباسافستا ما رح يفرق أن هذه نسخة ولا صدق صوت خلاص انتهى ولاحظ أن تيج قاتل السيرافيم بجزيرة بوهانكوك وشاف قوة ميهوك وشاف قوة بوهانكوك نسختها فهو عارف رعب السيرافيم فطالما أنه عندي واحد قد تتحول على شكل يعني مثلا أنا قلت كذا طيب لو هم قاتلوا فعلا ساتر وهذا المتوقع لناية الأر إيش بيستفيدون منه الناس كلها تعرف نساتر مات فلو تحوت على شكلها بيعرفون أنك خاين ما رح يخذه منك كلام أنك نسخة منه بس السيرافيم ما رح يفرق السيرافيم ما رح يفرق من هذا نسخة هو مبرمج من دكتور فيقبانك على أن يطيعه يعني ما حيث لو قدر يحصل في ذا الأرك بالذات ويمكن يكون هذا هدفها على فكر والله دايم والله أني طلعت من عندي ممكن أن هذا هدف أنه يجي أخذ السيرافيم لأنه شايف قوة الفجاية يسرقهم بس ما رح يستفيد من السيرافيم من دون نسخة ساتر في البداية ما كان عارف ذا الشيء بيأخذه مع الشريح مثلا في صار في ساتر مهمة جانبية ليش نحن روح أخذوا لي والله حللنا وداحة طبيعا صارت معني ما توقع أننا نقدر نحل الأودة ولكن يعني قد صارت منك الله آخي آخي أودة ذا آخي مرعب ومجنون ومبدأ في نفس الوقت ما ما تكلم دائما حقصته ما تتعلم والله أنا دائما ترجيني أسئلة كذا بخصوص أودة ذا ما أعرف شيني تحس أنه مو طبيعي صح دائما حتى ظني قلت لشعيب قلت مدري يعني هو إنسان مش إنسان هل نظرية كان فضائي هل نظرية لأنه في فضائين بيننا منهم إيلو المسك ممكن يكون أودة برضو مش طبيعي يا أخي ما الشيء هو أفكار أفكار بقصته مرعب مرعب طيب نروع لللي بعده إحنا جاوبنا على سؤال صاح الحين هي ياب اللي بعده يقول والله والله ذي يشوف هذه صار فيها هوشة في الشات وتعرف عندنا دائما في كل أنيمي في حزب لشخصيات في حزب زورو حزب سانجي حزب أكاينو صار في حفلة هنا بين حزب سانجي وحزب زورو في البث حتى عندي في البث صار بسبب أنه سانجي قدر يوقف رفزة أو ضربة كيزارو أنا في ذيك اللحظة قلت يا جماعة الخير لا تستهينوا بسانجي ترى ممكن أودة فعلا في ذا الفصل أو في ذا الأرك يبغي يعوضوا عن اللي فاته في وانو سانجي فاته الكثير في القتالات مع كايدو مو بس في وانو حتى بداية الإقهد يس بالضرب وغير كذا في شي برضو إحنا لازم نعرفه ياخد طاقة متطورة يا جماعة الخير ترى الطاقة متطورة الطاقة مزادت قوتهم ترى قوتنا بس أحين وين السؤال يجيك 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 السؤال يجيك السؤال فكنت أتكلم أنه سانجي هو قادر أنه يقاتل كيزارو ليش لا صحي نطو قال لك لا هو رد الضربة بالجزمة والجزمة فيها مانع الضو عرفتش اسمه هاي اللي عند أطلس في يد أطلس اللي أعرف أنه قاله قفاز الضو ما أفتكر أنه مجابوا طاري شو زدو بالضبط بجيك بجيك في العلم بأقول كل شي الأول ترى أنا طلحت الكلام في البث اليوم على أنه احتمال وارد ما نقدر ننكره مع أود المجنون لو كان القفاز هو اللي صد فعلا كان حتى أطلس صدت أطلس على فكرة وهم طيحين من فوق طلق عليك يزاروه وشقه اخترقها الليزر فلو عندها القدرة على صد الليزر بقفازها كان صدتها حنا كنا نقول أن احتمال كبير أودا أعطاها أو أظهر لنا القفازات هذه لأن أطلس نفسها رح تصدق مع كيزارو رح تضرب كيزارو بوكس رح يبين لنا أن القفاز هذه يبديك تضرب فيه زي مثلا زي مالوفي بدون الهكي قدر يضرب كركوديل الرمل يوم أنه غط يدينا بالمائي بالنفس المنطلق ومن نفس المبدأ تقدر أطلس أنه تضرب كيزارو وتشت كضو يعني تخلي الضربة ما تمر تخلي الضربة تصيبه فعلا بسبب القفاز وهذا شيء منطقي طبيعي جدا لكن صار بالفصل هذا أن أطلس واقفة ويوم صده الليزر أطلس تحب تأخذ الماتح على الأشياء التي تسويها كان أطلس أول واحدة تتكلمت أنا ما قلتها الكلام في المنطلس أطلس أول واحدة تتكلم وتقول يا جماعة هذا اختراعي أنا ضفت قدرة القفاز اللي عندي إلى الرجل كان مثلا برضو يوم قفزت تضرب الآلي ما ضربته بالقفاز فقط كان ضربته بالرجل ما دامنا لابسه القفاز نفسه القفاز عندها القدرة عفوا الله يكرمك الجزمة عندها القدرة على أنها تطير ما حد تختلف ذلك وكانت وتكلمت وليلث كلهم تكلموا عنه ومدحوا فيه وتكلموا عنه وجابوا طريق كثير بس القفاز الوحيدة تكلمت عنه أطلس أنا من اختراعها فالمفروض لو أنه يوم أنه سانجي صد كان مداحة تتكلمت عن اختراعها حتى لو افترضنا أن الاختراع قادر على ضرب الضوء يعني المنطقي وعلى اليوم في الشات هواشت مع الجمهور على ذا النقطة لما فعل ضغط قالوا لا اش قالوا اش كلماتهم المفروض الليزر يخترق اي شي مو صحيح ريلي تقاتل مع كيزارو قالوا لا ريلي ضرب رجل كيزارو كيزارو هو ضوء أصل وخل عنك ضربة بعدها مبشرة كيزارو طلع سيف من الليزر وصد وريلي كان يقاتله بالسيف من الحديد المنطقي الليزر يقطع الحديد ذا سيف ضوء ليزر صعبر شقة ولكن ليش ما قدر يقطعها لأنه مدعم السيف حق قبل حكي ونفس الشي ينطبق على حمام أكاينو في سيف شانكس شانكس صد حمام أكاينو بيد الحمام البركانية اللي تذوب أي شي سيف حديد لو أنه فعلا مو مدعم سيفها بالها كي كان ذاب سيف ونفس الشي انطبقت وصار عند زوره زوره سيف مسكة واحد عنده فاكي تصد وتصد تحول إلى صد وتراب وذاب هل تتخيل لنفس الشي لو جاء ذا مسك سيف شاكس ولم يهوك بيذوب يحصل له شاكس وميهوك بيسيف ومعنا طول حكي تصلب قدرتك ما تلمس سيف ولا تقرب منه وشقك حتى بسيف مغلف منه هذا الطبيعي هذا المنطقي فحاليا هي شغلتين في ضربة سانجي الكيزارو الأولى كيف قدر يلحق سلعة الضو وهذه تجي فايدة حكي التنبؤ بالتنبؤ عرف وقدرات سانجي نفسها حق جرم دابل سيكس هذي سرعة هذي قوة جسد بس هذي هنا متهم لأن في النهاية المفروض الليزر يشغل الحذاء وتصدى برجلك مثلا لو كان في جلدك بس المنطقي أصلا أنه دعم رجلة بالحذاء الله يكرمكم بالحكي فالمنطقي أنه يخل الحذاء ما يتدمر وأنه سانجي دعم رجلة كاملة بما فيها الله يكرمكم الحذاء بالحكي التسلب فمستخدم الهكيين التنبع عشان يتنبع بسرعة الطلقة واتجاهها وطريقة عشان يقدر يجي يصدها سرع طبعا بسرعتها بسرعة جسمه بقوة جسمه وكذا قدر يضرب الليزر بإضافة حكي التسلب ولا ما يدرب جسمه لأنه لو على جسمه بالحالة كان على الأقل قليل حذاء تقطع تفجر وشابنا الكاتب أنكسر الرجل لا لا يقدر يصد الليزر هو أصلا ضرب هل هو قادر على هزيمة أو مجارات كيزارو أنا أقول نعم قادر على مجارات وتعطيلها في الوقت الحالي سنجي هزيمته لا بس قادر أنه يكون يشمع ولكن اللي صار في ذا الفصل بالنسبة لي أنا تلميح من أودة أن عدو كيزارو في الحرب النهائية بيكون سنجي وكنا قالين ذا شيء من زمان على فكرة المتوقين طيب أصلا أنت لما تجي توزع الأدميرالات تمام لما توزع الأدميرالات كذا أنا حس نظريا كذا من فهمنا لسياق الشخصيات في القصة زورو لازم يواجه واحد ممكن يكون مثلا فيجيتور فيجيتور هو أريدي تواجه معاه هو أريدي بدل قتال معاه في دريس روز يعني بدل سانجي بيكون ضد مين كيزارو كيزارو لوفي ولوفي ضد كاين كاين التوزيع واضح بس عادش يستقر الله أعطى لأي واحد في الطاقة منها ليش يخل ليش ليش خبيل بس عودة اسمح لي أبو إبراهيم بنرجع لأحداء إلى صدة سانجي للضوء اللي أطلقه كيزارو أنا ليش الكلام ممكن ممكن أعجبني شوية مش أتفق معاه لكن كذا تبرير أعجبني إنه قد يكون الشوز فيه فيه خزرة على صد الليزر على صد الليزر لأنه بعدها كيزارو قال شلون مستحيل فيزيائيا فيما معناه لا 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 لحظة رد كيزارو ما كان على شون مستحيل فيزيائيا لك صديت رد كيزارو كان يتريك ويقول مستحيل فيزيائيا على كلامه إن قوة الحب سانجي بالضبط لحظة بالضبط إنه مستحيل فيزيائيا إنه كلامك عن الحب يصد الضربة دي أنا كنت مغير التسلسل حتى سانجي بنفسه يمكن أنا صديتها وقوة الحب فاهم لا ما أدري أنا أحس إنه فيه إجابة مسي وكونهم سألوا وكونهم طرحوا موضوع الفيزياء في الموضوع كل شيء ترى جوة الإقهد معظم الأشياء تخالف قوانينا الفيزياء أو ينضرب أشياء كده فيه أشياء اختراعات يعني باقي ما وصلوا للبشرية صحة 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 اشربوا لا لأ المر طيبة لأ المر طيبة بس الفكرة اللي بوصل لك إنه فيه تلميحات كده جاية في الحوار تحس إنه كيزر ومصدوم طبعا كيزر والإنبهار اللي في وجهه ذاك شفته هادي بعد الصد إنه شلون صدها بعدين إجابة على كلام سانجي إنه مستحيل في زيئين الحب ومدريش بس قال حتى ضرنا دعم وقال ممكن لو إنه ممكن خل نخذ على شقين شق الأول الإنبهار هذا ما ظهر على كيزارو يوم إن ريلي يقص الليزر حقها بالسيف وركل رجلة وغير توجيه للضربة لأنه ريلي وشق لاواجه لأنه ريلي لأنه ريلي ريلي يستخدم حكي تصل بشي منطقي طبيعي ولكن سانجي اللي قبل السنتين أنا مسحت بوجهه وطاقمة تراب وطيرت بكلهم يعني هو في النهاية اللي طيرهم كومة بس قبل إيجي كومة وطيرهم ينقذهم أنا كنت مسح بوجههم التراب كلهم كلهم كان مسح بوجههم التراب ترى زوره داعس على وجه زوره هو داعس على وجه زوره بأنك تيجي حقين وتصد ضربتي واو شتا المستوى اللي وصلت له زي ما قلت لك الانبهار يعني هو من بهر من اللوفي لأنا في النهاية اللوفي صار يونكو ولوفي توه هازم خلاص الانبهار في لوفي أخذ حقه ايجزاكلي ولوفي لكو واحدة عرلمه مقامو علمونا أنا حاكم الشلم سنيكا والجوي بوي تخلص يتوقف في وجه فهو متوقع أنه ما يقدر يهزم لوفي أصلا هو متوقع ذه الشي على فكرة بس سانجي يدك ذراعك اللي صار يصد طلقة الليزر واو هذا الانبهار أما التعليق فهو كان كوميدي بالبحث كوميدي من جهة سانجي يعني طريقة هذه قوة الحب تركت جالها من قبل يوم قالولها النار اللي في الرجل قال هذه نار الحب نحن نتشوف القدرات مضافة لها من نبو يعني أو من ممكن عرق اللي ناريا فيها أو واتفر فمع يعني التبريرات اللي يكتبها الكاتب كذا الكوميدي على لسان سانجي ما هي بس كذا استعباط لا لا فيها تفسير منطقي وتفسير منطقي الوحيد لكتصد ليزر كيزارو أو على قولت كان مرض مبهر سانجي وشون صديتها سانجي كان عارف نقدر يصدها لأنه باب فهكي التصلب بس دان لا يقولها بحكي التصلب وكذا حطها بسلوب كوميدي يعني مثير للجدل عشان يخلق حوار كوميدي مع كيزارو إنه مش منطقي فيزيئي وما حس أصلا حلوة بحق سانجي إنه بعد مبهر يقول لك لا انت صديت عشان الشوز كمون بس أنا أقول لك لما سؤلفوا عن الموضوع بإنبهار ده حست كذا إنه ممكن يرجع نربط الموضوع بالشوز بي معناتها تاتيش معناتك لأنني أنا أصلا في الانطباع معناتها أي أحد حتى شبر حتى شبر يقدر يصد ليزر بيصير الموضوع سبهلة حتى يصبه يقدر يصد ليزر كيزارو آه ركب طبعا يعني مو منطقي يعني مع العلم هذا شي قوي معنات أن هكي تصلب حقي قوي يقدر يصد ليزر حقي سرعة الجسم التحرك والحكي تنبو لأن هذا سرعة الضوء ليزر وسرعة الضوء كونك تستجيب من السرعة أي معنات أنك أنت متطور لحكي تنبو عندك سرعة خرافية للتجاري لحركة الليزر حقتي و بلس عندك هكي تصلب قوي يقدر يصد يعني حتى لو إننا بندعم فرضية حذاء الضوء اللي سوى لنا بسببها مشكلة ترى تتكلم برضو عن شخص يقدر إنه يجاري سرعة الضوء بالضبط بعدين تعال تايم اوت تايم اوت اللي يقولون إن حذاء الضوء في النهاية سنجي بيرجع في المعركة الأخيرة يقاتل كزارو هل برضو بيروح يلبس الحذاء الضوء لا يصد ضربان ما هو منطق مش منطق أمدا هذا الكلم إذا ما كانت قدرات جسدة وأنا أضد برضو حتى صلبت قدرات جسدة زي ما قلت لك لو كانت قدرات جسدة كان مفقع الله يكرر بكم الحذاء وقدر يصد وران الكاتب إن الجسدة فعلا صلب يقدر يصد الليزر معنا أنت شفت من قابل السيف كوين ضربوا بس لذي ليزر ليزر يخرج حتى الألماس قصة الألماس شي خوف نأخذ سؤال من أوسل أوسل منصور يقول يا أبو إبراهيم يقول هل تيتش يخطط لأن يصبح ملكا للعالم وبكذا يضطر أو بيساعد لوفي ضد إيمو هو ما بيضطر ولا بمحتاج ليساعد لوفي هو خطته without لوفي لأن في النهاية هو بيحكم العالم اللي فيه لوفي ولو هو حكم العالم قبل لا يوصل لوفي إلى مثلا خلنا نفرض جدلا جدلا يعني بس مجرد for argument's sake من أجل النقاش إن بلاك بيرد نجح حكم العالم كله قبل لا لوفي يوصل ملك القراسين بعد ما لوفي يوصل إلى لافتين وصير ملك القراسين بيرجع بدك خشم تيتش عشان يقض منه لأن ما في في عصر الجوي بس أنا أتوقع إذا فهمت أنا سؤاله كويس هو ممكن يقصد إنه ممكن في مرحلة ما تيتش يخبثه يقول خلينا نتعاون مدام هدفنا واحد سواها في سواها الكاتب مو تيتش في إمبل دام تعاونوا وتيش قالها بالحرف الله تقال لها أنت ما عندك وقت تقاتلني رح أنقذ أخوك كذا يعني بخبثة أنه لو ضيع وقتك ووضيع وقتي معك أنا عندي تاركت وصل دور سادس عندك شغل روح شوف عندك شغل تنتقذ أخوك رح أنقل عنواجي قالها جنبي فعليا اللي قال الكلام ذا جنبي كان بس تيتش أكد وما وما أصر أني أنتقم منك وأثبت أني أنا أقوى منك يعني ما هو غبي أو بزر أو يعني هو غبي شوي بزر شوي في أول ظهور ليه منها على سلفة الباي فطيرة التفاح والعصير وما دل إيش بس مو لدرجة أني أعطل حلمي أو هدفي أنا جاي هنا صرت شبكا خداعة حكمات العالم عشان أطلع المساجين في الدور السادس وقوي طاقمي خط رسمها أي فأما بضيع ذا الشي بني أضيع وقته قد قاتلك أنت يلوفي وما دامنا جيم بيقالك قام خلني الحق على إيس وانت رحت روح لأسر لك أنا مروح وفي المقابل هذا الشي اللي هو سوى ساعد لوفي على الخروج من الأمبلداون واللي سوى حركة التنوين المغناطيسي اللي سوى على إيش اسمهم حراس البوابة أنها يسفينة من البحرية تجي يفتحون الباب ساعد لوفي أنه يوصل إلى المريجوة وبعدين دخولها في الأخير لمريجوة ساعد يعني بشكل أو بآخر عفوا لمريفورد ساعده بشكل أو بآخر لوفي على الهرب ترى من ال أو أكشلي لوفي هرب قبل حتى لا يجي بلاك بيت أكا أنت رميبر أنا أفتكر دموعي بس أي والله أنا مريفورد أفتكر بأحداث لأنا متأكد مننا أنها كائن بس وصلت وصلت الفكرة أنه ممكن ممكن بيخبثه بطريقته إذا شاف أنه في شيء ممكن يفيد هدفه ليش لا إذا ما بيفيد هدفه وتجي بطريقة غير مباشرة زي ما صارت مع أي لأنه هو أنه بنفسه يجي يقول حق لوفي اسمع هذه عدوتي وعدوتك نعم لوفي ما يفكر كذا لوفي ما رح يقبلها وهو أصلا تش يعرف أن لوفي ولن يقبلها فلن يأخذ ولكن بالصدفة تصدف معه أنه موجه يقاتلها زي ما صار مثلا زي ما صار الحين في الإقهد أي هم استفهد من قتال لوفي وجاء أخلى كاترينة تلمس وتمشي هو يمشي ولأ وبيستفيد مرة ثانية بالشيء اللي هو جاي يأخذ أي أن كان ونقول مقر مات فهم فعلا طريق القدر حقهم واحد يعني يفترق ويلتقي من جديد ويفيدون بعض دون أن يشعرون يعني إسقاط لوفي للبيجما مكايدو فهذا تيج في النحل أنه يحصل على بودنك فهمت الفكرة وهو يستغل أي فرصة شاف الشيش راح على طول بيأخذ بودنك بوهنك وفي المقابل ما أخذ بوهنك بس عرف على السرافيم وحين أتوقع هو جاي عشان يأخذه أصلا وأخذ كوبي وقام أخذ كوبي جاء قار بينقذ طلع على كوبي نجا ولكن خذ قار اللي أعلى من كوبي اللي أطلع برأب 20 كوبي فهو ما يهروا العباد والحوض بليس بليس يعرف يعرف يستفيد من كل فرصة لأقلب ترى عندها نسختين بونيقليف من اللاو وممكن عندها نسخة من قبل فهو زي زي لوفي حاليا عندها ثلاث نسخ بونيقليف وعندها بودنك اللي تقرأ نسخة بونيقليف ويعرف حين عن طريق هالكلب كريبه عن مكان سلاحين يعني تقريبا الكاتب على هذا الفصل ساوى بين تقدم تيتش ولوفي ساوى بينهم بس شوف بس في حاجة تحسب لتيتش تيتش أوكي عساس لنزعي الفانس تيتش تيتش جالس يبذل جهد مرة كبير في البحر بس إنه قاعد يحاول يبذل جهد أقل علشان يحقق قهداه مو قاعد تمنحه مو قاعد تذمه حاليا هو هو إنه بدل ما أبدأ قتال وأطحم نفسي في مشاكل لا أجعل أنهاء يختتال أمشي أجعل أبقعة أستفيد منها وأمشي أنت تخيل يعني لوفي عشان يصير ينكو أسقط 2 ينكو في قتال مميت مستميت دام في ليلة سوداء 100 فاصل عفر تيتش عشان يقتل ينكو ويأخذ منصبة خلى البحرية يشقون أشق وجيكمل الليلة بس خمس دقائق زياد وفاس جاي عند جاي عند اللحي البيضاء مطبوخه خالص صدقني ما أصلت خمس دقائق أيه جاي عند اللحي البيضاء مطبوخه خالص وطبخه كله وأخذ فاكهته كمان مو بس يعني كذا يعني أكثر واحد استفاد من قتلة اللحي البيضاء كان هو تيج ولا اللي يقهر أكثر من ذا كله إنه بس تراي عني هذا يحقق قال للحق وصدق خذاب خمس دقائق بس كان يخطط لهذا 30 سنة يا بجود وقبل أن يخطط لهذا 30 سنة أنا ما علي من ذكاء وقبل أن يخطط لهذا 30 سنة قبل أن يخطط لهذا 30 سنة شرارة الحرب هو اللي أشعلها يوم أن أخذ إيس يوم أن أخذ إيس وسلم للبحرية يحساب له كله يحساب له برضو هذا كلامك يدعم كلامي إنه يبذل أقل جهد لتحقيق هدافه شيل إيس اعطي بحرية شوف الجهد البسيط ذا اللي بدل في تسبيل إيس لا 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 موجود ده ركز فيها هو أساسا كان تارغيته مو إيس تارغيت حقه كان أي واحد من السوبر نوفا مكافأته فوق المئة مليون عشان كذا طارت لوفي قبل أن يطير لوفي لسكايبيا يبسلم واحد مكافأته فوق المئة مليون حكومة العالم عشان يروح يستجن أمبل داون عشان ما حد ينكر ذا الشي بس طيب لونك كنت ما سلمت إيس وانك سلمت لوفي ما رح يجي اللحي البيضاء يا حارب شون بتحصل على الفاكهة اللحي البيضاء بيطال قزينا بخير بتجيلي الفرصة كلام جميل كلام جميل كلام جميل بس انت فكر بحجم الجهد هل شارك في حرب المارينفورد لا أشعلها أشعلها إيش أسهل إش على الحرب إش على الحرب ولا أيقاف الحرب أي هو أشعلها وجاء قطف الثمار وجاء قطف الثمار وفي كل مكان قاعد يسوي نفس الشي اكزاكلي يا ذكاة تخليني عبا أنا كرة لا تخليني عبا أنا ما أحبه أنا ما أحبه بس أريك أنه خبيث لئيم يخوص ما حد يختلف على خبث الله إلا حيصة عفر يعني إنت يعني في في إطار كتابة القصة ولا تحترمه صدق لازم تحترمه غصب عليك مو كيف شيطان لئيم طيب بالحديث عن تيتش يا أبو إبراهيم بقلنا سؤالين وبنقفل خلاص يلا بسم الله وأنا والله ما وديت عبك فوق أنك لا 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 زل في طاقة لو تعبتك أين بقول لك في حوار مرة مرة مثير للاهتمام كاترينا قالت تيتش حالة خاصة أيها وكذلك سلالته كان رد ساتر هل المقصود هنا بسلالة تيتش هما الدي وهذا اسمه تيتش وعائلة مارشل أجي أقول لك خذ السيناريو حق إيس وطبقه على تيتش إيس هو بورتوغس دي إيس على اسم أمه ولكن في الواقع روجر جولدي روجر فممكن يا إما النتيج أبوه فعلا قائد الروكس وهو من سلالة الروكس بس ما أخذ اسم أمه مارشل عشان الكل يكره أبوه زي إيس بضبط كمون لا يا ماجد تايموت أو العكس الروكس هو أصلا من مارشل أخذ اسم أمه وكلهما من الدي لأنه برضو يبعد عن سلالة مارشل اللي أعرفها ساتر مباشرة فساتر أما يعرف أن هي السلالة المقصود فيها لأن كلاهما عندهم نفس الحلم اللي يحكم العالم وساتر قال بسبب سلالته بعد ما سمع الحلم مباشرة بعد ما سمع الهدف أن حلم يحكم العالم أي يوم سمع أن هدفنا قال لها سببت السلالة فهمت الفكرة فالموضوع ليس على الدي لأن لوفي من الدي ساولو من الدي وهم ضموا ناس من الدي قارب من الدي وهم ضمينه عندهم الفكرة ليس في السلالة لما يقول بسبب سلالته طيب الدي ما ينطبق عليها اللي تقع تقوله إنهم يحكموا للعالم وأن الناس تلتم حوله وأن هو حالة خاصة جسده خاص ما ينام ويقدر فكتين مش موجودة في الدي كل هذا الأشياء موجودة موايزات ثانية ما حد يختلف بعد ينكر ذا الشي بورتقس دير روج أم إيس حملت الولد عشرية سنة ذاك عنده قدرة تسمع كل شي روجر ولوفي في قدرات خاصة ما حد يقدر ينكر ذا الشي بس يوم سمع الحلم قال إيش هدف يعني قال بسبب سلالته فهمت فكرة فالموضوع ربط الحلم ربط حلم ركس هو قلهم فيما معناه إيش اللي يخلي قرصانة خطيرة كبيرة متمردة زيك من طابق السادس مو بس أنت كل اللي معاش تقول 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 تتش سمع نطاعة قالت له تتش حالة خاصة ورد عليها قلها وكذلك سلالته في بث اليوم ربطنا الناس ألفت إن كون من نفس العيلة عفل نفس الحلم ركس وتيج وأيضا لما الأشخاص الأقوية حولهم ركس قدر يضم كايد وروجر عفل كايد واللح البيضاء بيج مام شيك الذهبي قراصنا وأسماء مجنونة وكان يبحث عن الفواكه أيضا وكان هذا في حكم العالم فتحس تيج نسخة مصغرة من كذا واحد من الشيات ظهر العفل الرزاني اليوم قال يلا أعتقد إن الكاتب بيعيد سيناريو روجر والروكس على يد لوفي والبلاك بيرد لوفي هنا يمثل روجر والبلاك بيرد يمثل الروكس ومن يمثل قار كوبي للأسف الجيل الجديد طيب هذه مرة منطقية أي فإعادة السيناريو أيضا ومش إعادة السيناريو ورثه تكرار ورثه العزيمة ورثه كذا أنا ما أقول له كأن سبب أنا ما أشوف أنك تكرار سيناريو أبدا بس أنا فكرة أنا قاعد أقول طيب ذه مارشل وذه روكس شون يقول لفس السلالة فعلى طول ولعت في راسي فكرة إيس إيس لأنني كنت أنا يشرح للشباب والله بسط اللايف كذب بسط البث لعات المعلومات هذه أنت يعني كنت ناقش تركي يقول لي لا السلالة يقصد فيها دي كنت مستحيل مو مستحيل بس صعبة جدا ليش قلت لحن لو لو فرضنا مثلا ساولو ساولو دي جاكور السلالة هي جاكور هي السلالة اللي من الدي هل بالشرط أو هل من الضروري أن تكون أمه من الدي فالفكرة في السلالة فضربت لأمثلة ثانية قوية جدا على سبيل الثال شي رحوش كنت أولا تكلمنا عنها ترى سلالة الحرية الملكية اللي قام بها ثمانية سنة مو من أبوها أبوها ونبتن كان مجرد حارس في الجيش وترقى ترقى وصار مالك فالسلالة من الأم فلو نبتن تزوج واحدة ثانية ما رح تكون بنته شيروشي ما رح تكون عندها فالفكرة في السلالة نفس الشي على كوزوكي لو أودن لو أم ممونسكي تزوجت واحد ثانية غير أودن لن تنجب ممونسكي مستحيل ولهذا السبب كان لازم تجي على نجات نظري كنت تنبؤ لازم تحذر على واحد من الكوزوكي وتتزوجه بعد ثم ممية سنة عشان تنجب ممونسكي إن السلالتين سلالة الكوزوكي مع سلالة مو أكتسكي شكرا اسمه سلالة أم ممونسكي ناسي اسم السلالة أنا تسألني عن اسم أماتسكي لها علاقة بالقمر كل اسمهم الكوزوكي كذا كلهم بالقمر متصريب بالقمر وكان جي حقهم في قمر بس السلالة حقات الأماتسكي على وقت أودن اندثرت بسبب جد أوريشي الحقير جد أوريشي قتلهم أنفس سلالة الأماتسكي اللي أم ممونسكي فالمفروض أن فإذا المفروض أن الأبن المنتظر أو الفتى الموعود أو الفتى اللي سيفتحده دوانه من الكوزوكي يكون من سلالة الأماتسكي مع الكوزوكي متحدين مع بعض طيب السلالة ماتت كيف فقاموا اللي قمثوا من مئة سنة أرسلوا أو أرسلوا ذيه روحي قدام فما فيتسل عشان تتزوجين اللي من يفسك أو مايزوكي يا ماجد لو أي كاتب ثاني غير أودة وليا ما طرحت هذا السيناريو لو أي كاتب غير أودة ما طرحت هذا السيناريو بس أودة يجي من هذا السيناريو وأنت تعرف يجي يوجي يجي يجي الحقيقي بس الكالب الحقيقي أنا توقعت ما بيفضح هذه المعلومات وبيشرحها في وقتها كنت متوقعتها في وسط ذلك الكلام أنا قلت من أيام وانا بس ما ظهر بس أنا أعتقد أنه بيجي قدام لما يبيجي تكلم عن السلالات وحمر بدي يتكلم عن السلالات فنرجع للسلالة فيوم قال لي أن الدي هي السلالة قلت لا الدي ما يبسονة الدي زي العرق أنا فيها مع مالقة فيه لا ومع له وميزات ما نقدر نعرف أصلا إيش هو الدي يعني جزب ممكن يكون تحالف ممكن يكون عرق ممكن يكون سلالة بس مش سلالة سلالة لا بس أنا في النهاية اللي أنا كتب بوسط أن رئيس يعتبر من سلالتين مجتمعتين وكلهما من الدي بس في ناس صغيرة مثل ساول على سميثال ما أقدر أجزم لك أن يعني مثلا ربما أمة من العمالقة وليست من الدي أبوه من الدي طبعا كنت بدأت أقول أرفض شون عملاق تزوج هذا بس في النهاية أمير وانو كان يبيتزوج بنت أنت قصدك يعني فرق الحجم واندك نبتن و وغيره وشرا وشي لا تسأل ولا تدخل في السالفة فهذا الكتب بوسط أن انسى الموضوع هذا هذا مبعاق هذا الشي صار في القصة قدام عيوننا صار في القصة ودعما عنده مشكلة في ذا الجانب فإذا تجاوز هذا المشكلة طبيعي المنطقي أنه أبوه ساولو هو اللي من الدي هو اللي من عائلة جاكوار وتزوج عملاقة من البف فلذى السبب جاكوار دي سول صار من العمالقة بس وسلالته فعليا جاكوار فإذا في ميزة في سلالة جاكوار هذي قبل ثمانمية سالة بتكون انتقلت لا وقلت ضرب مثال ثاني كومة كومة أبوه من البوكنير بينما أمه طبيعي أمه عادية عادية فهمت جينات وسلالة تنتقل فيه يا سلام يا سلام والله يا أبو إبراهيم يعني إجاباتك مبهرة بالأدلة بالأدلة ولكن إجابتك على السؤال ذا بالذات رائعة الله يسأل معني ما أنا قاعد أن أحلك عشان أقول لجمتني بس رائعة والله والله جواب جميل والله جواب جميل طيب أتوقع تتكلمنا في ذا السؤال حق لمسة كاتيرينا ولكن هل هل ساتر هل ساتر سمح لكتيرنا لكاتيرينا أنها تلمسه لا لأنه كان مصاب فقط أو ممكن يكون فيه سبب ثاني لا 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 مستحيل يسمح لأي أحد بالأخص كاتيرينا خصوصا إذا هو عنده علم عن فاكهاتها تلمسه وعلى الأغلب عنده عارف ليش خالها تلمسه لا ما كان قادر ما كان قادر يتحرك هو هو كان في طور التعافي لأنه له في أعطاء قتلينك بس ما لو شفت ردت فعله كيف لا هو بعد ما قام على طول كان يبي يقتلهم رفع رجله كذا بيضرم غيرهم بس لما تتكلم عن واحدة تلمسك أنت عارف إيش يعني دي اللمسة ممكن لما أعرف الفاكهة يعني ممكن ترتيج يتكتم على ذا المعلومات ما يصدرها للناس خصوصا كاتيرينا لأنه شي مهم بالنسبة لها بيك سيكرت لأنه نكاشف أنها عندها قدرة النسخ رحنا فيها ما تقدر تنسخ يعالم يعالم ممكن كاتيرينا كانت معنا في اليقهد وإحنا مش دليل ممكن كاتيرينا كانت متكية في اليقهد وإحنا شاهدين متنكرة ممكن ترى برضو ممكن متنكرة على شخصية إيش هذا يبدأ عودة يظهر لك شخصيتين من هذا الواحدة طبعا حاليا بنكلي حليف وفي السجن فقدرتها زي ما تقول صايرة يعني غير قابلة للاستخدام من الأعداء فعلمت الفكرة ولا فهمت يعني في النهاية بنكلي مستر تو حليف للطاقم وحليف لنا وفي السجن مرمي في السجن ما يقدر يطلع ففاكهته وقدرتها غير قابلة للاستخدام فمضطر أن يستخدم الفاكهة دي عشان يصنع سيناريو مجنون زي مثل هذا السيناريو صراحي فضطر أن يطلع فاكهة جديدة بمسمى جديد وراح الأساطير فبحث عن الكيوبي لقى في الكيوبي قطرة أن يستنسخ فقال خلاص أعطيها كاثرين فمخة وعقلة مجنون يعني هو هو من قبل استنسخ طريقة غبية جدا مع كامل احترامي الأودة بس هو كذا ما حبي تعب راسه لو يبغى يطلع يطلع بفكرة جديدة بس مثلا في البرابوركس كان يوعد عنده فاكهة كيلو كيلو نومي اللي يزيد وزنه بالكيلو بعدها نحط طنطن نومي زحف ويلا وعيش كمان تقهر ترى يدقهر صراحة برضو مستر فايف كان عنده قدرة أن أي جزء من جسمه الله يكرمك أنت كان المخاطم في جر الله يقرف جاب عند دفولينغو غلاديوس غلاديوس كان يتفجر بالكامل جسمه ويطلع منه زي برجس وش فاكهة لهين برجس لا 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 هاي سوبر سترينج سوبرمان قوة خارقة بس زي أول مايتي يعني كذا قوة قوة خارقة بس إن فاكهة تعطيه سوبر سترينج تخليه شي الجبال تخليه شي السفن يضرب وكذا يب 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 بالليوخ يعني تسوي له بوست لقوة بوست لكل القدرات هو أصل مصارع ويعني قوة جسدية فأعطاه أي أفضل فاكهة تناسب يعني تخصصة أو مجالة اللي هو فيه حتى دكتور كيو دكتور طبيب ويعطاه فاكهة الأمراض تصاري دكتور كيو تربيه احتمال إن الفاكهة عنده من الأيام ينضم للبلاك بيرد ليش لأن على الأغلب سايد افكت أو القفت اللي تيجيك مع الفاكهة طبعا دائما قلنا كل فاكهة تخدمك تيجيك مع خدمة أو يعني كذا بونس أو أو لعنة فممكن اللعنة اللي على الدكتور كيو طبيب هذا نأخذ فاكهة الأمراض إن يكون جسده مريض فأنت تشوفه طوله الوقت من أيام من أيام بخورة الأول مع تيج أو كي كان مريض أصلا شون طبيبه مريض بس هذا سايد افكت حق فاكهته أي فأنا عندك فاكهت الأمراض فأنت جسدك لازم تكون مريض ما تموت بس جسدك مريض مريض كيو مهترح حالك في البلاء وتخرج الأمراض من جسدك طبعا المرض الحقير اللي أظهره كان مرض هرموني أصاب فيناه غابي صراحة بس يعني ولا أتتقد أن هذا هو المرض الوحيد اللي يقدر يطلع يعني فهمت عليوني هذه فكرة غبية فان سيرفس من أودى ما دريش فكرة فيها زباهلة زباهلة حتى الناس قاموا يطقطقون على الفيمينس قاموا يطقطقون لا يطقطقوا على الفيمينس لما 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 لاو قال صرت أضعف لحظته 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 بس ما درجت أن الناس طقطقت على هذا الموضوع إيه وإنه إيش قصدك آه ياودة إيش قصده الأنثى الأنثى أقل قوة طبعا لذكرة إذا ابتأخذها من ذا المنطق قالاتك وين من الأيام زوره هو مؤمن من ذا الممتع يعني هو المنطق لا هو مو منطق بغض النظر مؤمن فيه ولا مؤمن فيه هو قاعد يناقش قضية يعني اجتماعية فيه فيه الأنمي مؤمن فيها ما الله يعلم طيب والله بأخذ سؤال عشوائي آخر سؤال آخر سؤال عشوائي حلو أبأخذ كده لفل أنه ما شاء الله 136 رج ما شاء الله بس خلينا نشطح بره فيه واحد سؤال يعني شاطع بره الفصل شوية رأوف يقول إيش ليش إنصاع أوكي جي لتيتش أنا عندي جواب وجاوبته زمان بس سمعنا أتمنى أنه جوابك نفس جوابي إنه فعليا قاعد يخدع تيتش وقاعد يبي يقدر فيه في النهاية صح؟ زي؟ نعم مستحيل مستحيل أوكي جي بكبره وضخامته وقوته أنا ما هم مني دعا والله ما هم مني أوكي جي طز فيه أنا اللي غابني وليخليني متنسك في النظرية أنه تلميذ قارب مستحيل قارب يثق في تلميذ ويعلمه ويضبط ويوصل إلى المواصل ويخير يقدر فيه مستحيل يا رجل أنا أتوقع أنك برضو مع الناس اللي قالوا أن الرمح الجليدي هذا يقف في الجرح نعم جاعد ينقذ قائدة عساس أن ينتظر للحظة المناسبة اللي يقدر فيها يهربوا أو يطلعوا من المصيبة الورطة اللي بلنا لو أنا قلوبت حين كأوكي جي مع قارب نقدر نطلع كوبي بكل سورة نطلع أحيان بس مهمتي اللي أنا خاطرت من أجلها وخليت عن سمعتي وإسمي وكرامتي بتصير ضاعت على الفاضي ما بدش هي يا مهمة إسقاط يعني جعل تي شثق فيك ثقة تامة وتقلب عليه النعلة في آخر دقائق وفي من أنيمي بليد شخصية سوت نفس الشيء تماما في شيء لازم الناس تستوعبوه علشان برضو تفهم إيش يعني إيش يعني إيجنت الإيجنت لازم يعيش الدور مئة بالمئة يعني لو تيتش قل لأوكي جيومنا لأيام أقتل حيقتل لازم حيقتل ما يقلل يقول لا 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 كنسل كنسل حيقتل وأتوقع في الأنيمي وضحوا بعض الأغلف أن أوكي جي سر دخل على دخل على الأقليم تبع البيغموم وخبز 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 لا يا قراس إنه كان بيخبزهم حتى لو أنه كان يعني بس الفكرة أكبر إثبات للولاء اللي سواء الآن أن معلمة قارب أعتقل على الأجل خلاص إيش فيه هذا خلاص هنا الحين يعني لا تيتش لاحظ أن بعضها تبعا تيتش كان يشك يكون في ولاء وهذا دليل أنك إذا تبصير جاسوس لازم فعلا تخليهم يثقون فيك وتسوي الشيء فعلا لاحظ أن فعليا لو أوكي جي ما كان موجود في جزيرة تيتش لكان قارب أنهل جزيرة كلها عن بكرة أبيه فعليا فعليا بلا مبالغة لو شيل أوكي جي من المعادلة جزيرة خليلة النحل حتدك عن بكرة أبيه على يد قارب اللي معه ضربتين من ذيك بكمل بكمل يضرب هو فعليا تم يضرب يضرب فيهم يضرب فيهم يجد فيهم جلد العمى كلهم إليما دخل أوكي جي أوكي جي هو اللي غير المعادلة وحتى بعد ما دخول أوكي جي كان مسيطر لازل مسيطر وخبز أوكي جي أعطاه واحد إليما الحمار كوبي انخدعوا اضطر وقدر شيريو يطعن طعنة الغدر لو لطعنة الغدر كان تم صامد وكان يجد فيهم جلد كلهم حيسري عليهم كلهم أنا تعبت أنا أمدح في قوة قارب وهو ضخ قوة قارب إذا طاح الجمل كثرة سكاكين هذا المصيبة هذا المصيبة إن الكاذب أنها بشكل سريع وما أظهر كامل قوتها وكذا أتمنى أننا في الأنمي عدلونا صراحة أتمنى أننا في الأنمي يطلعون لما شاهد يدوس يفرق يا عمي السفينة البحرية هذه اللي لا 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 صديقني صديقني في الأنمي في الأنمي وفرما في البحر مع أنه ما أظهر اللقطة هذه بس جابوا لك يا نطاير في البحر بس إن شاء الله بيجيبونها في الأنمي ويخرجون إخراج يلطم ويلجم كل من يشكي وأنا أتوقع أتوقع المانغا يعني ما وضحت يعني ممكن ممكن خلات الناس تأخذ انطباع مش واضح عن قوة القتاة إنه قارب ضعيف إنه مبنى يعني لو هدو في المريفور كان بيساوه مدل إيش يا بو يا غالكسي مباكت الضربة الأولى اللي دخل فيها تسجيل الدخول أنت شفت إيش سوى كارثة 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 والتخبيز والدبج والروحة والرجعة غير إنه زي ما أنت قلت يعني لو لا أنه أنغدر ولا والله يمدي مسح كرامة ثم الجزيرة هو مشي فعجزة كذا حاليا تصرف أوكي جي كسب ولا وثقة مو بس البلاك بير كل أتباع الطاقة الطاقة كل فطالما أنا موثقين ويدكك دك من الداخل لما تكون أنت واثق في مئة بالمئة وهذا الشي اللي خلانا برضو يعني أوكي مش بنفس الحجم ولكن هذا الشي اللي خلانا ننصدم في كومة زمان فجأة بوم طلع مع الثوار كلام جميل والله يعطيك العافية والله يا إبراهيم وجمل الله حالك أخي والله النقاش معاك ممتع والله يا إبراهيم يعني أنا أنا غير الموت غير إني مستمتع أنا كمان يعني قاعد أسوي أنا دائما أقولها في كل فيديو تقريبا النقاشات اللي تكون معاكم للأمانة يعني أنا متابع وامبيس مرة واحدة مستحيل مستحيل يعني إذا حين أنت صدمتني في أكثر من حوار تناقشنا أنت في أشياء عشت ذاكرتي يا رجل يا رجل في أشياء كان عندي معلومات غلط عنها وصححت لي أنا حين في البيت كان عندي معلومة خاطئة عن كاثرين ديفون أنه لازم تقتل الهدف عشان تتحب بعد أنك اكتشفت أن هذا الصور خاطئ حطيناه في راسنا بسبب الثقافة الياباني أي الأسطور حقيت فعادي عادي ما ألومك الله أعطيك العافية والله بالعكس أنا مستمتع ومنبسط وبإذن الله مكملين مع بعض حازلت أذكر البودكاست الأسطوري اللي سألنا مع بعض كم كان ساعتين ثلاث ساعات بعد المنتاج وبعد البريكات يعني طلعنا الضير بساعتين وشوية ما شاء الله لا كان رائع صراح فودكاست جميل وبإذن الله يتكرر إن شاء الله نكرر لكم زيارة آمين الله أعطيكم العافية الله أعطيكم العافية جميع الشرف لي والله إبراهيم هاي أهبولنا لك يا أخوان اشتركوا في القناة وفعل جرس التنبيات تعال تابعنا الموقع الصلص الاجتماعي حسابات أبو إبراهيم وحساباتي كل موجودة في صندوق الأصف كم معاكم الوجيه وأبو إبراهيم أو مجد العامر من قناة يا عيشون شوفكم في الفيديو أو قادم سلام عليكم